اشتركوا في القناة لكن بس حابب انوه تنويه بسيط ان انا مش ماشي بنفس ترتيب الكتاب لكن في الاول وفي الاخر هنشرح كل كلمة وهنرجع نقرأ تاني من الكتاب وهتلاقي ان كل كلمة تشرحت وتفسرت وكل حاجة وان شاء الله هتخرج فاهم كل كلمة من الشابتر وحافظ كل كلمة حتى العربان برضو ان شاء الله احفظها لك واتخرج حافظها يعني طريقة كويسة جدا 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 لكن حابة سانوه على حاجة ان بالنسبالي انت تفهمها اهم من فاهم السايت اسكيراتون هي ان انت دايما اشوفها كتير لما انت نقف سك فاهم حاجة او كويس في حاجة ما تقولش اصل ده انا شاطر اصل انا مكتهد اصل 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 انسب دايما الفضل لصاحب الفضل قول ده فضل ربنا علي ده بكرم ربنا علي ده 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 لما تعمل حاجة زي كده انت كده وربنا قال ولئن شكرتم لازيد انكم لما انت تشكر ربنا على نعمته بانت تحمده وتنسب الفضل دي دايما وبانت هيزيدك كمان وكمان وكمان لكن ما تعملش زي كارون قال انما اوتيتوها علي علم عندي انا بسبب اجتهادي بسبب شطرتي بسبب 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 ففي الاخر مش هتستفيد باللو قعدتوا باجتهادي بي 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 و هتحرم من نعمة ربنا لي كثلي اشكر ربنا وانس بالفضل لصاحب الفضل عشان ربنا يزيدك ويتبقى يعني احسن كمان وكمان لكن بي هتظل مشكلة هي المشكلة دي انت هتقولي طب انا ما هو انا اللي بذاكر و انا اللي ببزل مجود و انا اللي بعمل كل ده هقولك طب ماشي انت مجرد ان انت تبزل المجود و ان ربنا وفقك ان انت تبزل المجود ده ده في حد ذاته توفيق ربنا ليك اصلا وفي زميل لك غيرك انت مش بيذكر مش بيبزل اي مجود ربنا موفقوش فلازم دايما تحمد ربنا عشان يزيدك بس كده خلصنا التنويه البسيط وباسم الله نتيل سايتو سكيلتون طبعا لا اي حد عنده سؤال اي استفصار حاجة مفهمهاش حاجة مش واضحة يقدر يبعتنا على التليجرام جروب ان شاء الله بنجاوب ونرده على كل اسئلة كلنا عارفين ان الجهاز الهيكلي للانسان هو مجموعة من العظام هذه العظام ملتحمة مع بعضها البعض عشان تعمل الهيكل الخاص بجسمي وتديني الشكل بتاعي وتدعمه طب في الخلية هل الخلية عندها عظام هذه العظام بتعمل هيكل الخلية قالك اكيد لا طب الخلية عندها ايه قالك الخلية عندها خيوط عندها احبال عندها فتل سميها زي ما تسميها كلهم كلمات مترادفة يبقى الخلية عندها احبال او خيوط او فتل هي دي اللي بتعمل هيكل الخلية وهي دي اللي بتدعم هيكل الخلية وبتدي للخلية شكلها وهي اللي بتقابل العظام اللي بتكون الهيكل الخاص بجسم الانسان كويس جدا طب خيوط عندنا بالانجليش يعني filaments يعني ايه filaments filaments يعني خيوط يبقى خيط وخيط 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 يعملوا ليه فلمنتس اكتر من خيط واحد عندنا في الانجليش ما عندنا شمسانة طبعا عارفين الكلام ده اكتر من خيط يقول عليهم فلمنتس طب الخيوط دي ممكن تبقى عاملة ازاي قالك ممكن دي يجي خيط كده ويلفة حواليه خيط تاني خيطين يلفوا حواليهم بعض فقول عليهم ايه؟ بس الفلمنتس دي مش خيوط ذا اللي احنا بنشوفها دي خيوط صغيرة جدا 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 فقول عليها مايكرو فلمنتس يعني خيوط مايكرو صغيرة جدا 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 عبارة عن خيط لف كده لفة علي خيط تاني الاول عايز اقول الحاجة دي هي مقدمة انترو من عندي مدخل بهيئك بيها للسايتو اسكالتون ممعنديش اي مشكلة خالص لما مفهمتش منها حاجة هي جست كده باشرح لك فكرة عامة عن السايتو اسكالتون فتمام يبقى خيط كده لفة حواليه خيط تاني عشان يعلموا لي فلمنتس بس هي صغيرة جدا جدا جدا大的 تقول عليها مايكرو فلمنتس نفس الوقت اقل من الثك. احنا قلنا المايكرو خيتين. والثك دي خيوت كتير قوي بتلتحم مع بعضها. فتيجي حاجة هي اكبر شوية من المايكرو اكبر من الصغيرة. واقل شوية من الكبيرة اكبر اقل من الثك. فهي بين الكبيرة وبين الصغيرة. بين الرفيعة وبين الثميكة التخينة. اقول عليها حاجة في النص يعني في النص يعني انترميديت. هيقول لي او مرة اسمها لا سمعتها قبل كده في الالكترو مايكروسكوب. طبقتين ما بينهم طبقة اليوسنت. فاكرت طبقة اليوسنت كنت بنسميها ايه? كلا بنسميها يعني في النص يعني متبسطة. يبقى انا كده عندي عبارة عن خيطين مع بعض بيلفوا على بعض كده بشكل حلزوني. بس قلت دي خيوت صغيرة فبقول عليها هذه الخيوط اقول عليها يعني ما بين الصغيرة اللي هي المايكرو وبين الكبيرة اللي هي حاجة كده في النص حاجة دي عبارة عن خيطين ودي عبارة عن اربعة لازقين في بعض دي عبارة عن اتنين لازقين في بعض. طب كويس طب قال لك بقى انه ممكن الخيط ده اهو الخيط ده جاي كده خيط جنب خيط جنب خيط جنب خيط يلفوا على بعض في شكل ديرة يعملولي حاجة شكل الانبوبة. اقول عليها حلو. طب بس دي مش انبوبة. الانبوبة صغيرة جدا جدا جدا. فاقول عليها مايكروتيبيول. عقول عليها مايكروتيبيول. يبقى انا كده عند ثلاث حاجات. مايكروتيبيولز. مايكروفيلامنز. انترميديات فيلامنز. عايزك تعرفهم بالترتيب ده وفهمك ليه بعدين. يبقى احنا كده قلنا ان الهيكل بتاع جسم الانسان بيتكون من عظام. يقابل هذه العظام في الخلية يقابلها الخيوط. هلو. يبقى انا كده. طب الخيوط دي ايه? قالك ممكن يجي خطيني لفه حواليين بعض. فبارة عن مايكروفيلامنز. لانه هو خيوط صغيرة جدا. تيجي خيوط تانية كتير او يلتحمها بعض. تبقى ثيك. ثيك يعني سميكة. طب. في حاجة ما بين اللي رفا يعمل هو بين التخينة. وبارة عن اربع خيوط لازقين في بعض. تفقول عليها انترميديات يعني في النص. قالك ممكن بقى الخيوط يتجمعوا حوالين بعض كده. يعملوا لي شكل تيبيول. شكل انبوبة. بس دي انبوبة صغيرة جدا جدا. نفقول عليها مايكروتيبيول. يبقى انا كده انسايتو اسكالتون عندي هدرس فيه ثلاث حاجات. المايكروتيبيول والمايكروفيلامنز والانترميديات فيلامنز. هندرس كل واحدة من الثلاثة دول بالتفصيل الممل. بس هيجي واحد يقول لي انا عارف ان التيبيول دي مش يعني انبوبة. لان انبوبة يعني تيوب. فتيبيول دي يعني ايه؟ اقول لك انا. تيبيول دي هي مصغر انبوبة. طب ايه هو مصغر انبوبة؟ انايببة. ايوة كده. انايببة. اقول عليها انايببة صغيرة بس صعبة في النطق ومش موضوعنا اللغة العربية دلوقتي. فاقولها مجازا كده انبوبة صغيرة وخلص. ان شاء الله هنتكلم في كل عن كل واحدة من التلاتة دول عن اربع حاجات. اول حاجة التركيب بتتركب من ايه؟ تاني حاجة هتكلم عن مكانها فين في الخلية. يبقى اول حاجة التركيب بتاع ايه? تاني حاجة مكانها فين في الخلية. تالت حاجة هتكلم عن او الوظيفة بتاعتها. رابع حاجة وهو هتكلم عن او اهميتها في الطب ان وجدت. تمام? احنا كده نتكلم عن اربع حاجات. التركيب او بعد كده هتكلم عن مكانها في الخلية بعد كده هتكلم عن الوظيفة. بعد كده هتكلم عن هتبقى موجودة في اتنين منهم وفي التالتة مش مقررة علينا. طب. نبدأ الكلام عن اول واحدة معانا وهي او الانابيب الصغيرة جدا جدا جدا. وهنبدأ باول حاجة قلنا عليها وهي او التركيب. اقول لك دي طويلة. طويلة ازاي? قال لك بص كده شايف دي كده? دي طويلة طويلة. فقلت عليها اللونج. تاني حاجة قلت عليها هولو. يعني هولو? هولو يعني لها تجويف. يعني مجوفة. مش هبهها لي بحاجة كده? مش هعرف الشاليمو? اه الشاليمو ده بتشربه العصير او التابسيا اي اناكن. ده مجوف من الداخل. مش مصمط. لكن لو جيت مسكت عصايا كده هتلاقيها مصمطة. ملهاش تجويف. لكن هولو يعني ديها تجويف. هي با هي لونج طويلة. هولو لها تجويف. تالت وصف معنا هو يعني ايه يعني اسطوانية الشكل. فهي لما نبص عليها نلاقيها شكل الاسطوانة. نلاقيها اسطوانية للشكل. يبقى كده انا وصفتها بثلاث حاجات. اول حاجة انها طويلة. تاني حاجة انها مجوفة. تالت حاجة انها اسطوانية الشكل. تقول لي كويس يا دكتور. طب هي بتتكون من ايه هزيه السائلين? دي ما هي اللي عبارة عن فلامنت. عبارة عن خيوط. اتحلت مع بعضها وتجمعت في شكل دائرة. عملت لي انبوبة. طب يبقى هيا بتتكون ايه? من فلامنت. ده الوحدة المكونة لها. فلامنت جنب فلامنت جنب فلامنت جنب فلامنت. بتلموا مع بعض وعملولي تيوبيول. عملولي انبوبة صغيرة. طب. الانبوبة دي. او الفلامنت ده ما عليش سوء. بيتكون من ايه? يعني ايه بيتكون من ايه? يعني الفلامنت ده كده لو خدته على جنب. وعود تشوف هو بيتكون من ايه? بتكون من بروتين? ولا كربوهيدريت? ولا لب الدهون? بتكون من ايه? قالك لا ده بيتكون من بروتين. البروتين هو المكون لهذا الفلامنت. طب. يبقى انا لما عاوز اقول الفلامنت اللي بيتكون من بروتين. اقول بروتو فلامنت. يعني ايه بروتو? يعني بروتين. يعني فلامنت يعني خيط. فهو الخيط المكون من مادة البروتين. طب كويس. تقولي بس البروتين ده انواع. يعني ايه انواع? يعني البروتين ده في منه انوع كتيره. هذا البروتين اللي كون لذا الخيط من اني نوع من البروتين؟ اقول لك هو الخيط ده. عمل ايه؟ هتقول الخيط ده الجينبى اخواته الخيوت كلهم ولفوا وعملوا شكل لايرة عملوا لي تيبيول او امبوبة. اقول لك ايه؟ تيبيول من حسن المصادفه فالبروتين من حسن المصادفه يعني اسمه تي På?. اسمه ايه؟ تيوبالين. هذا تيواهولين هو البروتين الموجود في هذا الخيط. كويس جدا. يبقى انا عندي طويلة مجوافة استوانية الشكل. هذا الخيط اللي هو خيط من البروتين عمل لي معمول من بروتين اسمه تيبيولين. يبقى الخيط ده مكاوب من بروتين. ونوع البروتين التيبيولين. كويس. طب تعال نعدهم كده. نشوفهم مكان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر. تلاتاشر بروتو فالامنت عندي. عندي تلاتاشر بروتو فالامنت. طب كويس. هذه البروتو فالامنت عشان ما نساش الارقام دي. ما نساش ان هما مقبولين من تلاتاشر رقم. جرب كده تعد حروف كلمة بروتو فالامنت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر. يبقى انا كده مش هانسى ان شاء الله عدد البروتو فالامنت اللي لفوا حولين بعض. وعملوا لي مايكروتو بيول لان لما يليس جد حتى عدد شروف كلمة بروتو فالامنت هسي win13 حرف. كويس جدا. طب تقول لي يا دكتور بس ده بروتين ده في حاجة. قولك في ايه. قولك لفتل الي بروتين ده متكون من وحدتين. قولك ازاي متكون من وحدتين. قولي انا شايف وحدة لون رد واحدة لونه احمر. واحدة لونها بلو وازرق. بعد كده الحمر ازرق رتée ماذا كيف ر Sicherheit الان لكنه الان 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 تقول لي اه. طب نسميهم ازاي? قل لك احنا اول واحدة شفنا ايه? شفنا اللونة احمر دي اول واحدة. وبعدها ازرق. يبقى الحمر دي نسميها ايه توبيولين? والزرق نسميها بي توبيولين? يعني نسبة للهجاء بتاعتنا بتاعت اللغة الانجليزية. يقول لك لا بس اللي سماهم هما الجماعة الاغريق. الاغريقين الكريك. اه طب هما سموها نسبة ليه? قل لك احنا هنسميها نسبة للأبجادية بتاعتنا احنا. طب الابجادية بتاعتكم ايه? احنا الابجادية عندنا اي بي سي. قال لك لا. احنا الابجادية عندنا الفا بيتا جاما. قال لك فحنا هنسميهم وفقا للأبجادية بتاعتنا. طب اول واحد شفنا ايه? اللونة احمر ده. طب هنسميه الفا. نسبة للأبجادية الاغريقية بتاعتنا. طب وثاني واحد شفتوه? قال لك الازرق ده. طب هنسميه بيتا. نسبة للأبجادية الاغريقية بتاعتنا. وفعلا سموها الحيط منتيج مع منتيجulture three and let me choose protein of protein kuin bytofilm. هي علمانة محجرة من الروتين المكونة لهذا البلون. ثاني هي اشاطا طويلة مجوافة استوانية الشكل بيتكون كل منها عبارة عن كلeless hair estimate واو عبارة عن خيوط هذا الخيط متكون من تلك الروتين في interesting amount اخيرا وتوئم رؤيتهم 13-18 محدة، واجتالة ASP 50-shades مكون من مادة بروتين. البروتين ده اسمه تيبيولين. بس التيبيولين ده عبارة عن وحدات. وحدة احمر وحدة ازرق. بسيطت عليهم لقيت اول وحدة لونها احمر وثاني وحدة لونها ازرق احمر ازرق. فقلت لي بوحدات وحدتين. بس هما لم كوينين الخيط. فقلت سميهم وفقا للهياء الاغريقية. الفا و بيتا تيبيولين. كويس جدا. يجي واحد يسألنا يا دكتور. طب دلوقتي الترتاشر دول عددهم ممكن يزيد او يقل. اقول لك لا ده عددهم سابت. تقول لي استنتج من ده. ان اكيد القطر سابت. وليه هو ايه القطر اصلا? اقول لك القطر ده في شكل الدائرة. في شكل الدائرة. اه وهو عبارة عن المسافة ما بين two parallel points. هو المسافة ما بين نقطتين متوازيتين وعلى استقامة واحدة. ويس جدا. طب يبقى القطر ده سابت ليه? اقول لك من عندي العدد ده سابت. فاكيد القطر ده هيفضل سابت. هو امتى القطر يزيد? لو العدد ده زاد عن تلتاشر واللي مش هيحصل. او يقل لو العدد ده قل عن تلتاشر واللي برضو مش هيحصل. فهي يبقى عندها حاجة اسمها faxid diameter. diameter يعني قطر. و faxid يعني سابت فهي عندها قطر. سابت. ده خلاص كده كلمنا عن القطر. ماذا عن الطول او القصر? قال لك لا بقى. الطول او القصر ده متنوع. متنوع ازاي? انت مش قلت لي انه هو بتكوى من الفا وبيتا تبيلين واحدة احمر واحدة ازرق. قل لك اه. قل لك من اممكن اضيفه الاحمر دي ازرق. بعدين اضيف احمر. احمر وزرق احمر وزرق. اعود اضيف احمر وزرق فهتطول. ا اقضر احمر وزرق اوضir احمر وزرق ازرق فهتقصر. ولكن اقدر اتحكم فطولها. اقدر اطولها. و اقدر اق hakصر حسب اني اضيف تبيلين او احيل تبيلين. اضيف وحدات تبيلين او اضيف وحدات تبيلين. هيبقى عندها اطول متعددة. اطول متعددة. لان�ه يعني طول. ومتعدد يعني various. فهي عندها various anderes. او ما يسمى بالطول المتعدد. على حسب قنا اضيفت. ولا شل تبيلين. طبع عملية دي اسمها ايه? قل لك اقصر دي اسمها عملية اسم. ع بالمرا او الـ Polymerization. يعني ايه Polymerization يعني بالمرا? Of Tybuline. مش فهم يعني ايه. قال لك عملية البالمرا دي هي عملية كيميائية. وتعريفها الكيميائي قال لك هي عملية تجمع المونيمرات لتكوين مركب اكبر يسمى البوليمر. يعني ايه مونيمرات اصلا? قال لك شايف مركب المايكروتيبيول البينيلا كبير ده? شايفه. قال لك ده اساسا الوحدات المكونة دي مونيمرات. يعني ايه مونيمرات? قال لك شايف الوحدة الصغيرة اللونة احمر دي. قال لك. واحدة زرعة. دي وحدات صغيرة جدا. تجمعت مع بعضها البعض. عشان تكون لي هذا المركب الاكبر الاسمه Polymer. فعشان كده عملت Polymerization للتوبولين. يعني تجمع وحدات التوبولين الصغيرة مع بعضها. عشان تكون لي مركب اكبر يسمى البوليمر. انا كده الحمدلله دكتور فهمت. انا عندي حاجة اسمها مايكروتيبيولز او تيبيول صغيرة. طويلة. Long Hollow Hollow مجوفة زي الشاليمو والسيلندريكا الاستوالي دي الشكل. بيتتكون من ورعا خيط او filament. هزا الخيط يتكون من بروتين سميته Broto filament. لما جيت عدتهم لقيتهم 13 فقلت نبقى احنا عندنا اللي كونولي التوبول اللي كونولي الانبوبة هم 13 خيط مكون من البروتين. سألتني اي نوع من هذا اي نوع من انواع البروتين انواع البروتين كتيرة. قلتلك بروتين اسمه تيبيولين زي المايكروتيبيول. تمام سهلا. قلتني بس لثانية واحدة كده ادي ده التوبولين اهو انا شايفه يتكون من وحدتين. واحدتين قاعدين يتكرروا على طول التوبولين كله. قلتلك اسميهم وفقا لأهل الناس اللي شايفوهم الناس اللي عارفوهم. وهما الاغريق. والأبجالية عندهم الفا بيتا جاما زي ابي سي عندنا زي الف بي ته. قلتلك هنسمي اول واحد الفا وتاني واحد بيتا يبقاهم معبارة عن البروتين سابيونتس. او وحدات البروتين اللي كونت التوبولين سمتهم الفا وبيتا توبولين. هدي كده قلتلك ان التوبولين سابت مش هيزيدوا ومش هيقلوا عشان كده عندنا ديمتر فكسد سابت. والطول بتاعهم هو اللي اقدر تحكم فيه. اقدر اضيف توبولين فازود طولها. او اشيل توبولين فانقص من طولها عشان كده اطوال متعددة. وده بيتم عن طريقة عملية او عملية البلمرة وهي عملية تجمع المونيمرات الصغيرة دي. عشان تكون لي مركب اكبر وهو البوليمور. ويز جدا جدا. اكيد دلوقتي حد عنده سؤال بيقول لي يا دكتور عندي سؤال. هي الوحدات التوبولين دي اصلا طلعت منين كده. يعني جات كده في السايتو بلازمة من الهواء. اكيد في مركز او حاجة هو اللي بيصنع التوبولين ده. هو اللي بينتجني التوبولين ده. واكيد ما بيش حاجة بتيجي من الفراغ كده. هي فعلا ليها مركز او ليها السنتر بتطلع منه. هذا السنتر بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه المايكرو تيبيولز. هو المركز المسؤول عن تنظيم انبعاث وخروج المايكرو تيبيولز. فهو مسؤول عن ايه؟ عن تنظيم. يعني ايه تنظيم؟ يعني. هو المركز المسؤول عن عن تنظيم. عن تنظيم ايه؟ عن تنظيم انبعاث فسميته المركز المسؤول عن تنظيم وانبعاث تمام؟ ماشي. هنا بص كده الرسمة دي ما تغدعكش قوي. ما تفتكرش ان ده عبارة عن فانة لا ده المايكرو تيبيول. اكتب لك هو. قري زي يا دكتور. قولك بص شايف انت كده الرسمة دي؟ احنا هنا كنا مكبرين قوي 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 عشان نشوف التجويف بتاعها. بس عشان نشوف المركز اللي طالع منه. بطلعنا نصغر تاني. فلما صغرنا بنتلك بقى بالحجم بتاعها اللي هو اصغر شوية. اصغر شوية. لكن دي عبارة عن امبوبة. وليها تجويف بره. كويس. يبقى ده المركز المسؤول عن ايه؟ عن تنظيم انبعاث المايكرو تيبيول. فسميته مايكرو تيبيولر اورجيزينج سنتر. ساعات لازم اختصر. هو الاسم شفضل كل شي اقول مايكرو تيبيولر اورجيزينج سنتر. اللي هنختصرها باسم. ناخد اول حرف انا واول حرف اول حرف اول حرف اول حرف اول حرف شبوله متي او سي. وراء نختصر مايكرو تيبيولر اورجيزينج سنتر. طب. ايه ده المركز اهو؟ ده المركز يطلع منه المايكرو تيبيولر ويطلع منه المايكرو تيبيولر ويطلع منه المايكرو تيبيولر. ده المركز اهو تطلع منه المايكرو تيبيولر. ده المركز المسؤول عن تنظيم طلوع المايكرو تيبيولر. وهو المسؤول بقى حبيتها طول دي شوية اديها شوية تيبيولر اديها شوية تيبيولر. حبيتها اصرها اخب منها شوية تيبيولر. اخب منها شوية تيبيولر. فهو ده المسؤول عن انتاج التيبيولر اصلا. في الاخر سينتج لي المايكروتيبيولز سانية واحدة انت بتقول لي ده مسؤول عن إنتاج وتصنيع التوبيولين يبقى أكيد جواة توبيولين لأن فقد التوبيولين لا يعطيه هو لو عنده فقد في التوبيولين لو هذا المركز ما عندوش توبيولين إزاي هيبني لي توبيولين ما منطق؟ طب حل طب أسمي التوبيولين اللي موجود في المركز ده إيه؟ قال لك سانية واحدة كده نرجع للجمع الاغريب بتاعنا قال لك انت سميت لي المايكروتيبيولز بيتا قلت لي أول واحدة أول واحدة شفناها فسميناها alfa ثاني واحدة ثاني واحدة شفناها فسميناها بيتا بعد كده المركز ده شفناه بعضه فنسميه إيه؟ قال لك نسميه تبعا للهجاء بتاعتنا قلت لهم لهجاء بتاعتكم قال لأ alfa bata gama فنسمي التوبيولين المبقود داخل هذا المركز gama tepulene واحد يقول لي طب لي يا دكتور ما سميناهش alfa ما احنا شفنا يا ابني المايكروتيبيولز الأول فسمنها Alpha و Beta وهذا اقتصرا في المركز ثم اقتصرا في المركز اعتقدم عنها سماوة Gam Authority وفقا لحروف الهجاء الاغريقية كعذر التجهين المركز الكريم المركز المركز م Spiel 定 السابق الخاص المركز 재밌 لا وحدات تيو بيولين لازم المركز يكون فيه تيو بيولين وفاقد التيو بيولين لا يعطيه هو ما عندو ش تيويو بيولين. هينتج لي تيويو بيولين زيazigh? هيعمل لي ازاي مايكروديبيولز بجوها تيو بيولين؟ فلازم هو اذا نفسه يكون جواهت تيو بيولين ؟ نسميه إيه التيويولين لجوه المركز ده؟ إلاك احنا خلاص الفوابطا تياخدو من عندنا خلاص اختıyorum ايفيد نفعش ان هي فيها جاما تيبيولين. كويس كده لحد دلوقتي. يبقى احنا كده خلصنا بتاع اول واحدة وهي المايكرو تيبيولز. نعيده ثاني بسرعة كده. قالك ان احنا عندنا اللونج. قالك المايكرو تيبيولز دي ايه? دي لونج طويلة دي هولو مجوافة زي الشاليمو. سيلندركة الاستوانية الشكل. بتتكون كل منها من مجموعة من الخيوط. نمسك الخضة نشوف تركيبه ايه? قالك ده فلمان. ده خيط حلو. بتتكون من ايه? بتتكون من بروتين. طب البروتين ده نوعه ايه? قالك نوعه تيبيولين. مايكرو تيبيولز. بقى نوعه تيبيولين. حلو كايز جدا. بس التيبيولين ده بتتكون من وحدات. وحدة جنب وحدة. وحدتين متكررين على طول الخيط. فقالك اول وحدة شفناها هنسميها وفقا للناس اللي شافوها اللي هم الاغريك نقول عليها الفا تيبيولين. والتانية وفقا برضو الاغريك. الحجاءة بتاعيتهم الفا بيتا جامع زي اي بي سي عندنا فقالنا الفا وبيتا تيبيولين. لفنا كده عشان نعد نشوف عدد الفيلمين اللي كونتلي المايكرو تيبيولز لاناهم تلتاشر. وبالصدفة لما عندنا كلمة عدد حروف كلمة بروتو فيلمت لاناهم برضو تلتاشر. فقلت لك تلتاشر ده ممكن يزيده او ممكن يقله? لأ طالما مش هيزيده. ولا هيقله يبقى القطر مش هيزيد ولا هينقص. كويس جدا لان لو زاد عدد الفيلمينز دي الدايرة هتوسع. ولو وسعت القطر بتاعها يزيد. ولو قال له الدايرة هتنقص. هتقل. هتدي. والقطر بتاعها هيقل. لكن هو لعلى الدم مش هيزيد ولا هيقل. فبالتالي انا عندي دامتر عندي قطر ثابت. لكن اللي يتغير بس هو اللنس هو الطول. اللنس انا ممكن يزيد او ممكن يقل على حسب اضيف تيبيولين في اي فيزيد او اشيل تيبيولين منه في يقل. بوليمر ايزيشن اف تيبيولين. اعملي التجمع المونيمرات الصغر دي عشان تكوني بوليمر. طب تكتب انا بضيف تيبيولين منين? وبشيل تيبيولين او ادي فين? اكيد في مركز هو المسؤول عن تنظيم هذا التيبيولين. اكيد التيبيولين ده او المايكرو تيبيولز دي ما بتطلعش كده من الفراغ وترك فعلا في مركز. وهو مركز يعني السنتر. والسنتر ده مسؤول عن تنظيم. تنظيم ايه? والتنظيم يعني ارجانايزينج. طب هينظم ايه? هينظم انبعاث وخروج المايكرو تيبيولز. فقول عليه المركز المسؤول عن تنظيم امبعاث المايكرو تيبيولز اختصاره ام تي او سي. وقلت لك طب المركز ده هيطلع ازاي تيبيولين? وهياخد ازاي تيبيولين? فاقد التيبيولين لا يعطيه. فلازم المركز نفسه يكون في تيبيولين لكن انا الفا وبيتا اتاخدوا خلاص مينفعش اسميهم تاني. اجل اللي بعديهم في ترتيب الهجاء وهو الجاما. فقول ان المركز ده في جاما تيبيولين. كويز جدا جدا. كده خلصنا من اول حاجة وهي نروح للحاجة اللي بعدها وهي يعني مكانها فين في الخلية? احنا خلاص عرفنا تركيب المايكرو تيبيولز. الوقت عايزين نعرف هي مكانها فين في الخلية? قال لك بص. يعني بتشاع. بتشاع فيه السيتو بلازمي. بتشاع ازاي في السيتو بلازمي. قال لك بص ده المركز المسؤول عن تنظيم ومبعاث مايكرو تيبيولز مايكرو تيبيولز سنتر ام تي او سي. حلو. المركز ده تطلع منه المايكرو تيبيولز عاملة زي اشاعات الشمس. ازاي ازاي اشاعات الشمس? بص قادمة الشمس كده. شايف ده? الشمس هنا شبه الام تي او سي. واشاعة الشمس اللي طلع من الشمس شبه المايكرو تيبيولز. فقال لك ان احنا شفناها شبه اشاعة الشمس فقلنا عليها بتشاع فيه السايتو بلازمي. بتشاع من ايه? من المايكرو تيبيولي. ايه طلعة دي المايكرو تيبيولي. وطلعة منه زي اشاعة الشمس اهي المايكرو تيبيولز. طب دي عارفانها. تقول لك مش بس طبعها بتشاعي من المايكرو تيبيولي. لا كمان من السيليا. وايه السيليا دي? سيليا دي هي الاهداة. وكلمنا عنها كتير قبل كده. وهندرسها بالتفصيل قدام شوية. لكن افكرك بها. فاكر لما قلت لك ان في قناة الفيميل جانتال تراكت او الجهاز التناثري الخاص بالانسة. في حاجة اسمها مبيض او اوفري. المبيض ده بينزل منه بوايضة. البوايضة دي بتنزل في قناة اسمها قناة فالوب او فالوب ينتجوب. حلو. اللي بيزقها ويحركها في قناة فالوب ده. وعبارة عن هذه السيليا او هذه الاهداة اللي بتحركها عشان توصلت للمكان معين. يوصل لها الاسبارم او الحيوان المنوي. يعمل لها عملية اخصاب او فرتليزيشن. المهم ان هذه السيليا لما جينا نبص عليها تحت المايكرو سكوب. لقينا انها برضو بتشاع كده. من خلال في اخي في السايتو بلازم. لانها بتشاع في السايتو بلازم. ولما بصينا على شكلها. لقيناها بتشاع في العل السايتو بلازم. ماشي اوكي. طب. بتشاع يعني. بتتكون من ايه? قال لك بص كده شايف ده? ده عبارة عن مايكروتيبيول. وده مايكروتيبيول. وده مايكروتيبيول. فاذا برضو بتتكون من مايكروتيبيول. فباشوف المايكروتيبيول فين في السبب? قال لك بشوفها بتشاع في مكانين. اما طلعها من الام متي او سي. عاملة زي اشاعي للشمس وتشاعي كده. يا اما بشوفها كمان فيه السيليا. بشوفها فيه الاهداب. اهي. هديدين مايكروتيبيولز. وهديس السيليا قدام شوية. بالتفصيل المملك. بيز جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن 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 تركيب مايكروتيبيولز. واتكلمنا عن مكانها فين فيه الخلية. يلا نتكلم عن الحاجة التالتة وهي الفانكشن. ايه هي وظيفة هزيه بعد ما عارفنا التركيب بتاعها وعرفنا مكانها في الخلية. قال لك اول وظيفة ليها هي هي اللي بتعمل شكل الخلية. بتعمل يعني ايه يعني ان الخلية تكبر في الحجم. تكبر في الحجم ازاي? هستقل لك من شوية ان الخلية عندي ده ممكن اطول هزيه اطولها ازاي? اني اضيف عليها وحدات اضيف عليها لما اضيف عليها هتطول المايكروتيبيولز والمايكروتيبيولز موجودة فين? في الخلية. فلما المايكروتيبيولز تطول الخلية هتطول. وهتفهمها كمان شوية. لكن هزا بيتم فين? بيتم في عملية بيتم في عملية انقسام الخلية. وعملية انقسام الخلية دي اصلا بتتم عن طريق اني بعمل حاجتين فورميشن اف ايه قالك اول حاجة حاجة اسمها ميتوتيكس بندل يعني ايه ميتوتيكس بندل يعني خيوط المغزر سمعتوا عنها قبل كده في مراحل انقسام الخلية وتاني حاجة سنتريول انا مش فاهم يعني ايه انت كده بص كده دي مراحل انقسام الخلية مراحل انقسام الخلية ايه هتدرسها بالتفصيل في الشابتر اسمه لكن انا عايز اديك فكرة عامة كده عشان فاهمك حاجة. قالك عندك حاجة اسمها السنتريول. تمام. السنتريول ده لما يجي انقسام الخلية بيروح منقسم لاثنين. ليه هينقسم لاثنين wollen قالك مش الخلية دي عادت اسم تبقى اثنين تمام طب انا كسنتريول كنت واحد في الخلية. الوقت الخلية دي هتبقى اثنين. فلازم انا كسنتريول ابقى اثنين عشان كل خلية تاخد اسم سنتريول. اسمه العدل؟ فلو تمام طب انت مقسمت الوقت الاثنين. قالك конč living Sax因为 stuck with a قطاب الخلية. طب كل واحد راح هنضقط بمن قطاب الخلية. هزا السنترول هيعمل ايه? هيطلع منه مايكروتيبيولز. يطلع منه مايكروتيبيولز. والمايكروتيبيولز دي طوع تطول تطول. ولما مايكروتيبيولز تطول الخلية اللي جواها تطول. ولألاك انت شايف انت مايكروتيولز دي. هي دي اللي خدتها زمان تحت اسم خيوط المغزل او الميتوتيكس باندل. لما تطول وتطول وتطول خلاص بقى كده. وفاصلو للاتنين كنوا مسيين عن بعض ما يهمنيش. المهمة بالنسبة لي انها تيجي بعد كده وهنبدو اسهب التفصيل قدام شوية في نفس الفيديو ده. تيجي حلقة من الالياف بتوع تعمل انقباض في النص تنقبض في النص تنقبض في النص وهو وريد فيديو اني مشى انيها برضه. لحد ما تفصل لي الخلية الى اتنين. وانا افهم من ده ايه. ان دلوقتي عشان الخلية تنقسم لازم اعمل خيوط المغزل دي. قال دي خيوط المغزل. وخيوط المغزل دي اصلا بتتكون من مايكروتيبيولز. ولازم كمان مين اللي هيعملها لي? لازم اعمل السنتريول. والا كل سنتريول برضو بيدكوون من مايكروتيبيولز. مش مصدق اكدو. مصد اكدو على سنتريول ده. شايف قلي دي مايكروتيبيول. وقلي دي مايكروتيبيول. وقلي دي مايكروتيبيول وقلي دي مايكروتيبيول. فالسنتريول اصلا بيدكوون من اتنين مايكروتيبيول مع بعض. ايه ده يعني السنتريول اصلا بيدكوون من اتنين مع بعض. ولما بتطلع منه حاجة اسمها خيوة المغزل. خيوة المغزل دي عبرها. اه. يعني متطنع. وبطلع منه خيوة مغزل برضو اقول لك اه. كويس جدا. يبقى احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه سلق الانجيش. يعني يعني الخلية تطول. وهو بيتحكم في شكل الخلية. ان الخلية سلق الانجيش. انه كمان ان الخلية تطول. لان هو لما بيطول الخلية اللي هو جوا الخلية. فلما هو يطول الخلية هتطول. وعرفنا ازاي بيتحول ولكن نضيف عليه تبيوين اضيف تبيوين اضيف تبيوين اضيف تبيوين اضيف تبيوين. بيقعد يطول يطول يطول. وده بيساعدني في انقسام الخلية. قال لك انقسام الخلية بيتم لازاي. قال لك ان اي ابي اعمل حاجة اسمها مائيتوتو تقس بندل、 خيوة المغزل undي طالع وعمل حاجة اسمها سنتريول. عارف ان انت ممكن تكون مش متخيل بموضوع ده فهنتشوف حالا فيديو اني ميشن وده الاستثناء الوحيد اللي هاتطره شوف فيديو انيميشن دلوقتي عشان اوصل لك النقطة بشكل احسن وعليك انما نخلص الباقي هنشوف كل الفيديوز الانيميشن طب بص كده اي ده السنتريول اهو كان واحد بص اي اللي يحصل دلوقتي قال لك هنقسم الاثنين هتنقسم الاثنين عم السنتريول قال لك عشان خلايا هتنقسم ويعمل ايه كل واحد يوم هيهاجر لقطب من اقطاب الخلية تريد تطلع منه هزيه المايكرو تيبيولز قال لدي اهو شايف ادي مايكرو تيبيول و ادي مايكرو تيبيول فهو اصلا متكون من اتنين مايكرو تيبيول و هيطلع منه مايكرو تيبيولز بس بسميها ايه خيوط المغزل مايتوتيك سبندل هتطلع وتروح فين تروح طول ما هي بتطلع الخلية قاعدة تطول وروح يمسك في حاجة اسمها الكروماتي دي هندرسها بالتفصيل في السايت جانتكس عشان يفصلهم عن بعض وبالتالي الخلية تنقسم طب تعال نشوف سك ليشان ادي سنتريول وادي سنتريول في做 ايه في القضو من ابطة الخلية لما يهجروا هاتجي تطلع منهم مايكرو تيبيولز اهي مايكرو تيبيول så 80 تطلع من الاتنين تطلع من الاتنين عشان تمسك في حاجة اسمها كروماتيت مش مهم بالنسبية لدلوقتي المهم ان هما المهم ان هما لما هيتوالوا الخلية هي كمان هتتوالtur طبهم هما باطولو الخلية هتتوال خيوز اللوما تطول هتيجي حاجة اهو شايف اللي بحصل ده في النص ده. وورا عن شبكة من الالياف. هتتجمع عشان تفصل للاتنين عن بعض. تقعد تنقبض هزي الشبكة تنقبض 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 تنقبض. ووريك فيديو انا مش هنيها قدام شوالي اوضح. تنقبض تنقبض لحد ما تفصل للاتنين عن بعض. تاني ادلسنتريولا هاجر لقض بين الخلية. كل واحد هاجر لقض من اقطاب الخلية. هاجر ايه اللي طلع منه ده. اهي خيوط المغزر او اللي هي تتكون من طلعت لحد ما مسكت في الاتنين. وبعد كده حصلت الحلقة اهي اللي هتعمل هتعمل انقباض عشان تفصل لي الخلية تين عن بعض. تاني اهو اهي ده. طالع منه ايه دول? ده من ناحية. طب من ناحية التانية بقى اللي لا يحصل هيطلع برضو يطلع تاني. لحد ينسيكو بحاجة اسمها كروماتيل. ويفصلوهم عن بعض. ولما يفصلوهم عن بعض وهم بيطولوا الخلية كمان هتطول. لحد ما الخلية تنفصل. نرجع تاني الى موضعنا. احنا كده عارفنا ان بيعمل شكل الخلية. والسل يخلي الخلية تطول لما هو يطول عن طريق عملية البلمرة. ان انا بضيف مونيمرات وهي وحدات من التبيولين. وبعدين ده بيساعدني في في انقسام الخلية عن طريق اني باعمل حاجتين. اول حاجة خيوط المغزل. تاني حاجة خيوط المغزل دي اصلا اللي هي مايكروتيبيول طلع من السنتريول. كويس. طب في حاجات تانية هو بيعملها. بس مالهاش علاقة بالسل دي بيجر. مالهاش علاقة من انقسام الخلية. الله كواح. دينا عملها لك بلوم مختلف. السيليا والفلاجلة. ايه ازاي. يا راجل ده السيليا احنا نستخدمها من شوية لسه شايفين الشكل ده وقلنا ان السيليا بتتكون من مايكروتيبيولز اهي. دي دي مايكروتيبيول جمبها مايكروتيبيول جمبها مايكروتيبيول. هيا دي سيب التفصيل قدام شوية. طب ايه الفلاجلة ده؟ قال لك الفلاجلة ده جمع. مفردها فلاجلة. مش موضوعنا دلوقتي. لكن الفلاجلة دي عبارة عن ديول الحيوانات المنوية. ديول التيل بتاع السبيرم ديول الحيوان المنوي. قال لك ديول الحيوان المنوي ده ماهو الا مايكروتيبيول. يبقى انا عملت حكتين. حكتين مسؤولين عن الانقسام. وحكتين ما لهمش علاقة بالانقسام. المسؤولين عن الانقسام هم خيوط المغزل والطلع من السنتريول. وكل من هما ماهو الا مايكروتيبيول. خيوط المغزل مايكروتيبيول والسنتريول مايكروتيبيول. بعدين مسؤول عن حكتين تانين بعمل حكتين تانين وهما السيليا. الاهداب بعمل السيليا. انا كمايكروتيبيول بعمل وكمان بعمل الديل بتاع الحيوان المنوي بعمل الـ tail of the sperm بعمل الفلاجلة بيز جدا 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 طب هل انا لديه وظيفة تانية قد الـ cell shape والـ cell division قالك اه لديه وظيفة اسمها أنترا سيلر ترانسبورت يعني ايه ترانسبورت؟ يعني عملية النقل طب عملية النقل دي بتتم فين؟ قالك بتتم أنترا سيلر يعني انترا يعني داخل يعني سيلر يعني الخلية يعني عملية النقل اللي بتتم داخل الخلية مش فاهم يا دكتور استنى عملية النقل دي بتتم الايه؟ قالك ممكن تتم العضيات زي مثلا عضية مات عندي في الخلية وليزونج يحلله مثلا او عضية هينتقل من مكان لمكان مين اللي هينقله؟ قالك هزي المايكروتولز هي تنقله ازاي؟ هفاهمك شوية طب ممكن انقل حاجة تانية غير الأورجنالز قالك اه ممكن انقل فيزيكلز حوصلات ممكن انقل حاجة اسمها ماكرو موليكيولز يعني ايه موليكيولز؟ موليكيولز يعني مركبات يعني ايه ماكرو؟ يعني كبيرة عكسها ماكرو يعني صغيرة ماكرو يعني صغير عكسه ماكرو يعني كبير كومييز جدг وى الا ممكن انقل دغفر مش فاهن هنقلها ازاي؟ قالك شايف المايكرووا اذا ودي وحدهة التوبولين اها هذا اغضر وبنك اغضر وبنك اغضر وبنك. مهم مش مشكلة الوان يعني. طب ماشي. ايه ده? قال لك ده عامل زي شيال كده اسمه العلمي motor protein. مش مهمة بالنسبة له. المهم عدد ده شيال كده. شيال فوقيه البيزيكل. اهى. شيال بزيكل او شيال او شيال ميكرو مونكوروز. وماشي على المايكروتيبولي. يفضل ماشي عليها. ماشي عليها. ماشي عليها. هو هارج فيديو اني ماشى الليب هو وشايلها وماشي بيها. ماشي عليها ماشي عليها ماشي عليها يوصلها من مكان لمكان. ماشي زي الشيال كده شهيلها على ظهره او على رأسه ماشي بيها لحد ما يوصلها للمكان بتاعه. وينها فاهمك حتة ما كنتش فاهمها ساعتها. بس ما كانتش يتهيق لك ان انت مش فاهمها. المهم. دلوقتي قديل ريبوزوم بتطلع حاجة اسمها ترانسفير بيزيكل. الحواصلة المهاجرة اللي بتهاجر لفين. بتهاجر الى جولوجي ابريتس. لما ساعت اقولت لك ان الساس سترني بتاع الر. بتروح للساس فايز بتاع جولوجي. زكريات قديمة. المهم ان هذه الترانسفير بيزيكل. انت متخيل انها بتطلع من الر اي ار. تروح لجولوجي ابريتس للجهاز جولوجي. ازاي. قال لك فيما بين الر اي ار. وفيما بين جولوجي. مايكرو تيبيولز. تيبيولز صغيرة جدا 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 جدا. اه. اه. ايه اللي بيحصل. قال لك بتلاقي زي شيالين كده. او موتور بروتينز واقفين مستنين على الر اي ار. تبع ماشى على ليكرو تيبيولز. يفضل ماشي على مايكرو تيبيولز. يشايل الفيزيكل على ظهره لحد ما يوصل الى جهاز كارلا جولوجي او جولوجي ابريتس. يوصل يسلمها كارلا جولوجي ابريتس. ويرجع تاني 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 تاني. عشان يشير منzieh ر اي ار علي يؤدى الجولوجي ابريتس. عشان كده الفيزيكل بتوصل لمكانها. وإlamation الفيزيكل اللي من اللي خليها. بتخرج من ر اي ار اللي خلها دي سهمت في عملية الترانس بورد في عملية النقل. عملية النقل دي بتتم فين? بتتم داخل الخلية. دي اصلا موجودة داخل الخلية. فهمت دلوقتي? ازاي البازيجل دي كانت بتنتقل من ر اي ار لجولوجي. فهمت الاستولوجي فيه من لما تفهمه? الاوسيل جدا جدا جدا. ويبقى كويس جدا جدا جدا. يبقى انا عندي الفنشنز باعت المايكرو تيبيوز. اتكلمت عن ثلاث وظايف للمايكرو تيبيوز. اول حاجة لسيل شيب. حافظي على شكل الخلية. الخلية تطول. تاني حاجة قال لك ان ده اصلا بيساهم في. في عملية دي بتتم في بتتم في انقسام الخلية. عن طريق اني بعمل حاجتين. بعمل حاجة اسمها السنتريول. والسنتريول ده قلت لك معمولة مايكرو تيبيوز ولما كبرنا وشفناه اهو بتكون محدتين من مايكرو تيبيوز. تاني حاجة بعمل حاجة اسمها مايتوتيكس بندل او خيوط المغزل. ودي عبارة عن مايكرو تيبيوز ازطلع من السنتريول. وده مش عايزك تعرف تفاصيل انقسام الخلية هتدرسها بالتفصيل في السايت والجاناتكس. لكن انا بقول لك عشان تبقى فاهم يعني ايه مايتوتيكس بندل ويعني ايه سنتريول. وهندرسهم بالتفصيل قدام شوية. بعد كده بعمل حاجتين ما لهمش علاقة بالانقسام الخلية وعملها لك بالهم مختلف. اهي. حاجة اسمها سيليا وحاجة اسمها فلاجلة. سيليا يعني اهداب. وعرفنا ان بتتكوى من مايكرو تيبيوز. فلاجلة الاكدادية للحيوان المنوي. وده برضو بتتكوى من مايكرو تيبيوز. وهندرس الفلاجلة بشيء من التفصيل برضو مع السيليا. بس انا عايزك تعرف المعلومة دي دلوقتي. يعني عشان تبقى فاهم انت بتحفظيها. بعد كده بعمل عملية النقل داخل الخلية. انترا سيلور ترانس بورت. بنق ايه? بنق الاورجنالز او بيزيكلز او مايكرو ميكرو ميكيوز. اورجنالز يعني حضايات. بنق الفيزيكلز يعني حويصلاة. او بنق الميكرو ميكيوز كبيرة. كبير يعني ميكرو ميكيوز يعني وركبات. بنقلها ازاي? بنقلها بي زي شيال كده. ما عليكش الطريقة دي بس انا بقى فاهمك يعني. في شيال كده بيشيل الفيزيكل او اي حاجة. ويفضل ماشى على الميكرو ميكيوز. مع الميكرو تيبيوز سوري. بنقلها من مكان للتاني زي ما الترانسفير بيزيكلز بتتنقل من الار يار عشان توصل الجو اللي يفضل شاله على راسه لحد ما يوديها لي مكانها المنشود. وايز جدا جدا. احنا كده اتكلمنا عن تلات حاجات في الميكرو تيبيوز. اتكلمنا عن ايه في الميكرو تيبيوز? بص كده اتكلمنا في اول حاجة عن بتاعها. قولنا تركيبها ايه? بعد كده رجعنا اتكلمنا عن كملنا بقية التركيب واتكلمنا عن الوكيشن انزل. اتكلمنا عن مكانها في الخلية. بعد كده اخر حاجة لسه متكلمنا عنها الفانكشن. وهنتكلم عن اخر حاجة الروعة. احنا هنتكلم على تركيب. ولوكيشن مكانها فين? وفانكشن ووظيفتها ايه? واخر حاجة وهي الميديكال امبورتنس ايه اهميتها الطبية او احنا بميديكوهنت بوسيطة كده يعني ممكن بيستعملها ازاي في الطب. او ايه وظيفتها? قالك التيوميرز. يعني ايه تيوميرز? تيوميرز يعني او رام. او خلايا سرطانية. يعني ايه خلايا سرطانية? قالك بص. الخلية الطبيعي بتاعنا اذا هنا مطروس تنقسم الخلية تبقى اتنين والاتنين يبقى ثلاثة والثلاثة يبقى اربعة حاجة زي كده. في لماشي ايه المشكلة? قالك تيجي المشكلة بقى دلوقتي. تيجي حاجة اسمها خلية سرطانية. يعني ايه خلية سرطانية? يعني خلية الجننت. الجننت ازاي يعني? قالك الخلية دي بتنقسم مرات كتير اوي 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 او تقعد تنقسم كتير اوي. ده ليه اخطار طبعا. انه ممكن بيتكون اوعادة ما هي هشة جدا تعمل نزيف وتعمل مشاكل كتيرة. المهم ان الورم ده عبارة عن خلية جننت. طبعا لها طرق كتيرة للسافر البطولوجي. علم الامراض. لكن المهم ان هي خلية جننت وعدت تنقسم كتير اوي اوي اوي. طب ايه المشكلة? قال لك اهو. شايف انت مسلا لو في الغلدة النوكافية او اسمها لو قاعد حصل فيها ورم سلطاني ايه اللي ممكن يحصل. تعد تنقسم الخلية اللي فيها كتير اوي اوي. درجة انها بتعمل كده زي تعمل بز كده او تطلع على السطح بتاع الوجه. تعمل المنزر المش كويس ده. طبعا لها مشاكل كتير غير المنزر ده. بس انا بقول لك الخلية نقسم كتير ده كده طلعت فوق الجلد باينة كده. قسم كتير اوي اوي. المهم. بعالجها ازاي? بحاجة اسمها كيموثيرابي او العلاج الكيمياوي. اسمعت عنه اكيد ان يقولك ده عنده سرطان فياخذ كيموثيرابي. ياخد علاج كيموثيرابي. طب ايه ya فكرة العلاج الكيمواوي ده؟ قال لك فكرته بسيطة اوي. ان هزاي كان ارست يعني ان يوقف السل بورفرation ان تيومور. يعني يعني يوقف التقاثر الخلايا الموجودة في التيومورز. يوقف تقاثر الخلايا الموجودة في التيومورز. بيوقفها ازاي? قال لك مش مش مشكلة عندي في التيومورز اصلا ان هي خلايا جنانة والبتتكسر كتير. عندي الغلية.. اعلام بسيطة جدا جدا جدا. dann Madison للنمو بتاع الورم السرطاني. طب انا ya طريقة ولكن ازاها هو افو. قال لك ده وقت العلبوس. مش احنا اتكلمنا عن عملية الانقسام دي. عملية انقسام الخلية قلنا بأنها بتتم في مراحل. بس قلنا في مرحلة مهمة اوي. لازم عشان نفصل الكروماتين. عشان الخلية تنقسم. لازم دي تطول تطول تطول. عشان نبتدي في الاخر اروح افاصل الخلية الاتنين. لو مايكروتيجولز دي ما تكونتش. مش هعرف افصل الاتنين كروماتين دور عن بعض. والخلية مش طرف تطول بالتالي الخلية مش هتنقسم. لو الخلية ما عارفتش تنقسم. اللي هو اورام مش هتعرف تنقسم. فبالتالي خلاص انا كده نجحت في مهمتي. والكيموترب ينجح في مهمته ان هو يوقف هذه التيومرز. يوقف هذه الاورام السرطانية. لان فيش مايتوتكس بندل هتتكون عندي خيوط المغزة دي اصلا مش هتتكون لان هي عبارة عن مايكروتيبيولز. وانا لو وقفت المتكون المايكروتيبيولز فضغس ما فيش اي انقسام خلية هيتم. لان انقسام الخلية عشان يتم كان لازم ليه المايكروتيبيولز انها هتتعمل. كويس جدا جدا جدا. واحنا كده اتكلمنا عن اه حاجات اه في المايكروتيبيولز. اتكلمنا في اول حاجة ان هي عبارة عن لونج حاجة طويلة هولو مجوفة سيلندريكال استوانية الشكل. معبارة عن اللي بيكونها عبارة عن خيط. الخيط ده بتكون من بروتين. لما عدت لقيتهم تلاتتاشر بروتو فيلمنت. عبارة عن الديامتر بتاعها فكسد ثابت. لكن طولها باريس متعدد ممكن يبقى طويلة او او صغيرة اوية على حسب اني بعمل بوليماريزيشن او بضيف تيبيولين او بشيل تيبيولين. وقال لك ان هيزا تكون من بروتين سابيونت. ادي التيبيولين ده بتكون من وحدات. واحدة اسمها الفة واحدة اسمها بيتا نسبة الى حروف الهجاء الاغريقية. بعدين كم مننا قلنا ان اكيد ديها مركز لها سنتر. ده بينظم طروع المايكرو تيبيولز. يعني بيعمل لمايكرو تيبيولز. سمينا مايكرو تيبيولر او اختصارا امي تي او سي. طب والتلك ده بيحتوي على اي نوع من التيبيولين. والتلك خلاص الفة وبيتا بتاخدو. اللي منبقى عندنا في حروف الهجاء هو الجاما تيبيولين. والتلك لازم بقى فيه تيبيولين عشان يقدر يكوني تيبيولين اصلا لان فاقد التيبيولين لا يعطيه. بعدين كلمنا عن مكانها فين في الخلية. والتلك بتعمل خالي ايه? الشكلها شبه اشعة الشمس من او من وظيفتها ايه? قالك بتعمل لي بتعمل لي شكل الخلية بتعمل لي بتخلي الخلية عندي تطول. وده مهمة جدا فيه مهمة في انقسام الخلية عن طريق ان بتعمل سنتريول. وشفنا شكلها. والسنتريول اللي بتعمل حاجة اسمها خيوط المغزل. وكان بتعمل لي حاكتين ما لهمش علاقة بتشارك في تكوين حاكتين ما لهمش علاقة بالثلاث ديبيجن. واندرس التلاكة دول قدام شوية. هما السنتريول والسيليا والفلاج المسؤولة عن عملية عملية النقل داخل الخلية. ازاي بتنقل ايه? وعضيات بحواية بسلات مركبات كبيرة في الحجم. وقلت لك وقلتك بمثال ان من الار لما تطلع ترانسفير بازجل تروح بتاي تطلع البازجل وعطيك تروح نازلة هنا. يروح شايلها شيال اسمه موتور بروتين. وهذا الموتور بروتين يروح شايلها ويمشي بها يمشي بها يمشي بها يمشي بها لحد ما يوديها لجولوجي ابريتس. لما يوديها لجولوجي ابريتس. بالتالي خلاص هو قدام مهمته يرجع تاني 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 عشان ياخد بازجل جده ويروح يوديها تاني زي الشيال كده.ahan اي كالك الرقمات بتاعها عبرها عن خلايا تتكاثر بشكل كبير جدا 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 الجديد بتتكاثر بشكل كبير عشان اعلج لذا السرطان ده اعمل يعني بعمل حاجة اسمها كيموتربية او علاج كيميائي. طب علاج الكيميائي دي اصلا بيعمل ايه قالك ده بيوقف بتقاصر الخلية اللي في الخلايا السرطانية. بيوقف تقاصر الخلايا السرطانية تزاي? قالك عن طريق انه هو بيمنع تكوين اصلا. مايكرو تي بولز ماكوونتش خيوت المغزل مش هتتكون. مافيش ما root exp بندل. ولو مااتكوونتش خيوت المغزل او الماzing بندل الخلية مش تعرف تطوات. وش عرف افصل الكروماتية تزعم بعضهم البعض. واساسا السنتريول مش هيتكون ان السنتريول دة اساسا مايكرو تيبيول. فانا كده وقف تمقسام الخلية تماما. واسان فيه مشكلة ان الكيمو اي سيربي ده مش بيوقف دي معلومات اكينت يا هالعامة. مش بيوقف انقسام الخلايا السرطانية بس ده بيوقف انقسام كل خلايا جسمي فبتلاقي دايما بيقصوا دايما كده شعر بيقع ليه بقى ان الشعر ده بيتجذب خلايا تقع وخلايا تتكون فدلوقتي انا وقفت انقسام الخلايا فخلايا الشعر مش هتتكون ده بشكل مبسط ليك يعني وبالتالي تلاقي انسان شعره يقع وخلايا جسمه مش بتتكون حالته صعبة بس لأسف هو ده الحل الوحيد المتاح مع الاورام السرطانية حتى الان حلو اوي فاحنا طولنا شوية حلوين كده عشان فانا عايزك تذاكر الجزء ان انا قلت ده حلو هو نفس الكلام في الكتاب وانا لازم تذاكر الفيديو ده وبعدية على طول تسمع وبعدية تسمع هتلاقي الثلاث فيديوز دول نازلين وارا بعض على طول فتذاكر ده بعدين ده بعدين ده هتلاقي البيدي اف اللي بعتلك فيه البرزنتيشن فيه الثلاث فيديوز دول على طول اساسا مش متقسمين يعني مايكرو تيبيوز واحدها والمايكرو فيلمنس واحدها والانترميديات فيلمنس واحدها بس عشان الفيديو طول اوي كوابت يعني فالمهم اتذكر تده دول وربعض وهتلاقيني في الانترميديات فيلمنس في الاخر خالص اري معاك كل الكلام اللي موجود في الكتاب على المايكرو تيبيوز وعلى المايكرو فيلمنس وعلى الانترميديات فيلمنس وهتلاقي كمان ان في حاجه بكل ممكن ارتش انا في الـ Micro Bieure زي الـ Diometer مشاريحة القطر وهتلاقي الـ M Light Microscope الـ Diameter هتلاقي نشرحه مع الـ Intermediate Filaments لانه مجمع الـ Diameter بتاعة الثلاثة مع بعض ومجمع الـ LM بتاعة الثلاثة مع بعض المهم ثلاثة يتزاكلوا ورا بعض وهتلاقي الـ MCQ برضو مع الـ Intermediate Filaments